بسم الله الرحمن الرحيم طيب الله أوقاتكم أولادي العزاء اسمحوا لي أن أستعرض معكم هذه المحاضرة المسجلة وهي المحاضرة الثامنة بعد أنهينا كل المواضيع المتعلقة بالنفقات العامة والآن هنتكلم على مواضيع الإرادات العامة Public Refiniers الدولة بحاجة إلى الحصول على إرادات هذه الإرادات تساعد في تغطية النفقات اللازمة للقيام بوظائفها المختلفة وظائف الدولة المختلفة يعني هي التزام على الدولة تقوم بها كيف تواجه هذه أو كيف تنفذ كيف تؤدي هذه الوظائف محتاجة إلى مبالغ مالية تكون في حوزتها من أين تحصل عليها؟ من الإرادات العامة إذن الوظائف المختلفة التي تقوم بها الدولة والتي تعتبر التزام عليها مثل الإنفاق على الدفاع الإنفاق على الأمن أمن البلد الإنفاق على العدالة وإلى آخر ذلك بالإضافة لم تبعث الانشطة الاقتصادية لهذا الدولة وبناء عليه أصبح على الحكومة واجب التدخل وتقرير استخدام الموارد الاقتصادية تحقيقاً لصالح المجتمع أي صالح الشعب اليمني مثلاً في حالة الحديث على الدولة اليمنية أي أن الإرادات أصبحت ذات دور أكثر حيوية وإيجابية كأداة هامة وفاعلة للتنظيم كافة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبما يؤدي لها تحقيق أكبر فائدة وعائد ممكن للمجتمع وتتمثل إرادات الدولة في عدة تنواع منها الدومين الخاص والعام الضرائب الرسوم القروض العامة الإصدار النقدي الهبات المحلية والأجنبية الغرامات التعويضات التي تحدث لممتلكة الدولة التعويضات على ممتلكة الدولة من جانب الغير الإتهاوات وأثمان منتجات القطاع العام وفيما يلي تعريف لهذه المصادر إرادات ممتلكات الدولة إحنا نسميها الدومين العام والخاص إرادات ممتلكة الدولة نسميها الدومين العام والخاص إذن الدومين العام ما أنه نقصد به؟ الدومين العام الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها التي لا تخضع للقانون الخاص يتكون الدومين العام من الأموال التي امتلكت دولة أو إحدى مؤسساتها وتخضع للقانون العام وليس القانون الخاص وتخصص للنفع العام مثال الحدائق العامة هذا دومين عام الطرق والجسور الإرادة التي تحصل عليها الدولة من الحدائق العامة بأسعار رمزية تسمى دومين عام الطرق والجسور الأنهار والشواطئ المكتبات العامة وغير ذلك من المرافق التي عادة ما ينتفع بها المواطنون بدون أن يدفعوا تكلفة الاستنفاع بها وقد تلجع الدولة في بعض الحين لفرض رسوم رمزية لتشغيلها وتحقيق عائد بسيط ما ليس بهذا كالحجم الكبير الدومين الخاص الدومين الخاص يتكون الدومين الخاص من الأموال التي تمتلك الدولة ملكية خاصة وهي لا تخضع للقانون العام وليست مخصصة للصالح العام مثل تملك الدولة لمصنع السمنت مثلا في اليمن مصنع السمنت عمران باجل البرح هذا ممتلكات خاصة للدولة وامتلاكها لمزرعة أو تأجير مثل مزارع التومين العسكري أو يعني أو غيره أو تأجير عمارة ومثل عمارة الأوقاف وملكية الدولة الخاصة كملكية الشخص العادي لأمواله فالدولة تستطيع أن تتصرف فيها بالبيع والرهن والهبة وغير ذلك من التصرفات التي يكفلها القانون والدومين الخاص في العادة يدر دخلا أكبر للدولة بعكس الدومين العام الدومين العام يدر دخلا بسيط أما الدومين الخاص دومين الخاص فهو يدر دخل كبير الرسوم هذا المصدر الثاني من مصادر الإرادات العامة تعرف الرسوم بأنها مبالغ من النقود تقوم الدولة أو إحدى مؤسساتها بجبايتها جبرا من بعض المواطنين مقابل حصولهم على منافع أو خدمات أدتها الدولة لهم هذا هو تعريف الرسم أو هو مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه الفرق في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه هذا الخدمة بنفع خاص وتترتب عليه بنفس الوقت منفع عامة غالبا يعني هنا الفرق الرسم قد لا يفيد الشخص فقط ممكن يترتب عليه منفع عامة ولكنه يستفيد الشخص بصورة خاصة ومن خلال التعريف يتضع أن الرسوم تتميز بعدة خصائص منها صفة النقدية للرسوم أي أن الأفراد يقومون بدفع مبالغ نقدية نظير بعض المنافع التي تقدمها لهم الدولة الصفة الإلزامية الرسم ملزمة إن صفة الإلزام في الرسوم هي صفة أساسية حيث أن للدولة من خلال استخدامها لسلطتها السيادية الحق في تحديد الرسوم المناسبة لخدماتها آخر خاصي من خصائص الرسوم وجود منفعة خاصة تعود على دافع الرسوم إذن لا بد ما تكون هناك صفة النقدية وصفة الإلزامية والنفع الخاص هذه أركان يجب أن تتوفر في الرسم الذي يدفعه الفرد للدولة الإتاوات الإتاوات هي مصطلح يعني يخص مثلا عندما تكون الدولة بتنفيذ الكثير من الأعمال ذات النفع العام مثل إقامة الكباري وتكسيم المدن وإنشاء الشوارع والميادين وتوصيل الكهرباء أو المياه إلى باحية معينة مثلا أو منطقة معينة فنتيجة لهذه التحسينات سوف يستفيد أصحاب العقارات بالحصول على أسعار مرتفعة ومن حق الدولة أن تحصل على مقابل لهذه المنافع التي أدتها لطبقة ملاك الأراضي والعقارات في المناطق المستفيدة من التحسين فتعرف الإتاوة بأنها مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه بعض أفراد طبقة ملاك العقارات نظير عمل عام قصد به المصلحة العامة فعاد بنفع خاص لملاك العقارات برفع القيم الرأس مالي لعقاراتهم هذا يعني أنا مثلا لو عندي بيت وفتحت محلات على الشارع الشارع عاد أنشأتها الدولة أنا عاد أستفيد من الشارع في أننا عاد أجر المحل بإيجار مرتفع بينما الذي بوسط الحارة داخل الحارة على شارع ضيق مثلا أو داخل الحارة مش عاي أجر المحل كما يأجرها الذي على الشارع الرئيسي إذن من حق الدولة التي هي صاحبة الفضل في أنها انشأت هذا الشارع الكبير الذي يخدم المواطنين لكن صاحب العمارة الذي على الشارع الكبير استفاد بصورة خاصة إذن يدفع مقابل هذا الاستفادة والمنفعة الذي عملتها الدولة للمصلحة عامة واستفاد بصورة خاصة يدفع إتاوة على المنافع الذي اكتسبها من عقارة الذي على الشارع الرئيسي الثمن العام هذا برضو مصدر مصادر الإرادة العامة وأن تقوم الدولة بإنتاج وبيع السلع والخدمات مثل إنتاج الكهرباء وتوزيعها والغاز والمياه أيضا هذا يعني مصدر من هذا رقم أربعة يا عيالي هذا غلطة هنا واحد هي أربعة خمسة الثم الغرامات الغرامات هي عقوبة مالية رادعة تفرض على مرتكبة المخالفات القانونية إذن عقوبة مالية تسفيد الدولة منها وتعتبر رد لمرتكبة المخالفة من تكرار المخالفة مرة أخرى الإصدار النقدية قد تلجأ الدولة بتمويل نفقاتها عن طريق ما تحتاج إليه من أوراق نقدية فالدولة بما لها من سلطة السيادة سيادة الدولة تستطيع إصدار الأوراق النقدية وإعطاءها قوة إبراء الديون ولكن لهذه الطريقة إختارها لهذه الطريقة إختارها التضخمية الفادحة فالحكومات عادة ما تحاول تجنب استخدامها الهبات والهدايا والتبرعات الدولة قد تحصل من حين لآخر على بعض الهبات والهدايا والتبرعات من مواطنيها وبعض الدول الأخرى كمساعدة للدولة في تمويل النفقات العامة التراخيص هي مبالغ نقدية تأخذها الحكومة من الأفراد مقابل السمح لهم بالاستفادة من القيام بنشاط معين مثل رخص المهن والتجارة ورخص مكاتب الاستيراد والتصدير ورخصة الصيد ورخص جيادة سيارات كل هذه أنواع من الرخص تحصل الدولة على رسوم عندما تمنحها للأفراد الذين يريدون أن يمارسوا النشاط الذي تم تمنحهم الترخيص لأجله الآن نقسم التكسيمات المختلفة للإرادات العامة قام بعض كتاب المالي العامة بتكسيم الإرادات العامة لعدة تكسام منها التكسيم القانوني هذا التكسيم يرتكز على استعمال الدولة أو عدم استعمالها لسلطاتها الآمرة سلطات الدولة الآمرة في حصول لها في حصول الدولة على الموارد التي تلزمها فالدولة لما تتمتع به من كهر وإجبار تستطيع أن تلجأ إليها وهذه وسيلة لا يملكها الأفراد وعليه فإن هذه السلطة هي بمثابة احتكار للدولة فهي تستطيع من خلالها الحصول على الضرائب التي تفرضها بدون أي مقابل الذي مقابل يعود على الذي دفع الضريبة الرسوم التي تحصل عليها مقابل استخدام الجمهور لمرفق عام هذا يعني ما يعني تفرضها الدولة بالإجبار يعني نتيجة سلطاتها وهذا نسميه التكسيم القانوني لأنه سلطة الدولة قانونا يعني منحت لها السلطة بتعمل الدولة بموجب القانون وبالتالي القانون أعطاها صلاحية فرض ما تراه مناسب الإرادات الأصلية والمشتقة يقصد بالإرادات الأصلية تلك الإرادات التي تحصل عليها الدولة من أملاكها من الدومين الخاص والعام هذه سموية إرادات أصلية الإرادات المشتقة يقصد بها تلك الإرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروة الآخرين مثل الضرائب والرسوم والغرامات إذن هذه الضرائب والرسوم والغرامات بناء على التكسيم الإرادات لإرادات أصلية ومشتقة تعتبر الضرائب والرسوم والغرامات إرادات مشتقة بينما ما تحصل عليها الدولة من أملاكها مثل الدومين الخاصة العام تعتبر إرادات أصلية الإرادات الجبرية والإرادات غير الجبرية الإرادات الجبرية هي تلك التي تحصل عليها الدولة قهرا بالإجبار من الأفراد والمسلسات الخاصة مثل الضرائب هذه إرادات جبرية الرسوم إرادات جبرية أما الإرادات الغير الجبرية فهي الإرادات التي تحصل لها الدولة بدون إكراه مثل الثمن العام مثل يعني إصدار يعني الثمن العام الذي الدولة مثلا الآن المياه لو تحب تحصل على تشترك مع المؤسسة العامة للمياه تدفع للدولة قيمة ما تستهلكوا من هذا إرادة ليس جبري لأنه بإمكانك أن تشترك أو لا تشترك الإرادات السيادية وغير السيادية الإرادات السيادية مش السياسية هذه غلط الإرادات السيادية يقصد بها الإرادات التي ترتكز في إلزاميتها على السلطة السيادية للدولة كما هو الحال في الضرائب والرسوم والإصدار النجدي إذا أنتوا الآن تلاحظين يا أولادي أنه تكسيمات مختلفة حسب ما تراها الدولة تسميها إرادات السيادية وإرادات غير السيادية أما الإرادات غير السيادية فهي تلك الإرادات التي تشبه إرادات القطاع الخاص مثل دخل المؤسسة العامة والبروض والهبات مثلا إرادات التي تحصل عليها مؤسسة الاتصالات إرادات غير سيادية لأنه بإمكانك أن تشترك بخدماتها أو لا أيضا إرادات المؤسسة العامة للحبوب تستطيع أن تشتري من الدولة حبوب أو لا تستطيع أو لا تريد يعني هذا إرادات غير سيادية الإرادات العادية وغير العادية الإرادات العادية تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة دورية ومنتظمة مثل دخل الدومين الخاص والعام والبرائب الرسوم لاحظوا إنها الإرادة الأصلية والغير أصلية والمشتقة أصبحت بناء على هذا التكسيم أصبحت ببوتقة واحدة أصبحت كأنها تنتمي للتكسيم معين الإرادات العادية لأنها تتكرر بصورة دورية أما الإرادات الغير عادية وهي التي لا تتكرر فهي الإرادة التي تحصل عليها الدولة بصفة غير متظمة مثل القروضة العامة والإصدار النجدي الإرادات الدولة يعني إرادات الإدارية تأتي من موارسة الدولة الوظيفة كحكومة ومن أهم هذه الإرادات الرسوم والغرامات والرخص إذن الغرامات والرخص والرسوم هي إرادات إدارية إرادات النفع العام والنفع الخاص إرادات النفع الخاص هي أثمان لسلعة أو خدمة تقدمها مؤسسة عامة وتحكم هذا الثمن هو العرض والطلب هذا إرادات نفع خاص مثلا لما تبيع المؤسسة العامة للإسمنت تبيع منتجها من الإسمنت سعر الإسمنت يخذها للعرض والطلب إذن تأخذها الأثمن يخذها الدولة إذن هي إرادات نفع عام يعني إراد خاص ضمن النفع العام ضمن الإرادات العامة إرادات النفع العام هي مقابل تحصل عليها الدولة نظير ما تقدمه من نفع عام هذا المقابل يسمى بالضريبة هو النفع العام مثل الدفاع الأمن الداخلي القضاء حيث أن فائدتها تعم لمجتمعك كل ولكن تحصل الدولة على إيراد معين من مارستها لتقديم هذا النفع العام مثل الدفاع مثل الأمن الداخلي مثل القضاء يعني تحصل الدولة على مقابل بسيط لكن يصب ضمن إيرادات النفع العام الإيرادات التجارية هي الإيرادات التي ترد إلى الخزانة العامة للدولة من النشاطات التجارية للحكومة بما تملكه الحكومة من موارد اقتصادية سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الإيجار أو الاستثمار يعني الآن الإيرادات التي تحصل على الدولة من إيجار المباني حق الأوقاف تعتبر إيرادات تجارية ما تبيعه مؤسسة الإسمن تعتبر إيرادات تجارية ما مؤسسة الاقتصادية اليمنية ما يتم بيعه تعتبر إيرادات تجارية الآن نأتي إلى الإيرادات العامة في الجمهورية العامنية فقسمت في اليمن تبوب الإرادات العامة للدواء في الجمهوري اليمنية في خمس أبواء الباب الأول الإرادات الجارية مثل الضرائب والزكاة ودخل المشروعات والرسوم والغرامات هذه إرادات جارية الباب الثاني الإرادات الرأسمالية مثل مبيعات الأصول الرأسمالية الثابتة ومبيعات الأراضي والتحويلات الرأسمالية ومبيعات المخزونات هذه إرادات رأس مالية الباب الثالث هي باب المنح لما تحصل الدولة على منح تسجل هذه ضمن باب المنح الباب الرابع تحصل متحصلات أصول القروض ومبيعات السهم رأس المال عندما الدولة تمنح قرض مثلا البنوك القطاع العام تمنح قروض الفوائد التي تحصلها من القروض تسمى أو تكون ضمن الباب الرابع اللي هي متحصلات أصول القروض ومبيعات السهم رأس المال عندما تبيع الدولة مساهمتها في مشروع معين العائد الذي أصل ضمن الباب الرابع الباب الخامس هو الاقتراب عندما تقترض الدولة من دولة معينة من البنوك من أي جهة خارجي مثلا هذه ضمن الباب الخامس الاقتراب هذا ما تحتوي هذه المحاضرة بصورة مستعاجلة أو صورة مكتظبة ملخصة وفقكم الله وسدد على طريق الخير هداكم وشكرا أبناء العزاء